أهلا بكم نبدأ نشرتنا بقرار الحكومة تثبيت أسعار بيع المحروقات الأساسية في تسعيرة شهر أذار للعام الحالي في حين قررت تعديل أسعار باقي أصناف المشتقات النفطية بنسب مختلفة حيث سيبدأ العمل بها بعد منتصف هذه الليلة وبموجب القرار فقد تم تثبيت سعر لتر البنزين أكتان تسعين بتسعيرة شهر أذار على نفس سعر شهر شباط الحالي والبالغة أربعمائة وخمسة وتسعين فلسا للتر ليكون سعر أصفيحة تسعة دنانير وتسعين قرشا كما قررت تثبيت سعر لتر البنزين أكتان خمسة وتسعين لتسعيرة شهر أذار عند ستمائة وخمسين فلسا للتر وبذلك يبلغ سعر أصفيحة ثلاثة عشر دينارا أما سعر مدتي الكاز والسولار فبموجب القرار سيباع سعر اللتر بتسعيرة شهر أذار بثلاثمائة وعشرين فلسا وهو ذات السعر المعمول به في شهر شباط وسعر أصفيحة ستة دنانير وأربعون قرشا أما سعر استوانة الغاز وزن اثنين عشر ونصف كيلو جرام فقد قررت لجنة تسعير المحروقات تثبيتها لشهر الثالث على التوالي عند سعر سبعة دنانير للإستوانة طلق لوردن ضمانات من البنك الدولي بالحصول على قروض في العام 2016 بقيمة تصل إلى خمس مائة مليون دولار وبفوائد مخفضة وبحد أعلى ثلاث في المائة لمواجهة أزمة استضافة اللاجئين وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فخوري قال في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الزيارة التاريخية الميدانية لوفد من المديريين التنفيذيين للبنك الدولي قال إن هدف الزيارة يأتي للحصول على دعم وتأييد أعضاء مجلس إدارة البنك الذي سيكون شريكا للأردن في تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن البنك الدولي من جهته أعلن استعداده لدعم الأردن في مواجهة أزمة السوريين لوضع تصورا يضمن دعمه إضافة إلى إيصال رسالتهم إلى العالم وأكد الوفد الذي زار محافظة المفرق ومخيم الزعتري ومحافظة الرمثة والتقى مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص أن التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن نتيجة استضافة إعداد كبيرة من اللاجئين تفوق طاقته جعنا إلى الأردن لكي نقول لكم شكرا شكرا لفتحت أبوابكم للاجئين السوريين وهذا ليس جديد على الأردنيين الأردن كانت واحة لكثير من اللاجئين الذين فروا من الصراعات الصراعات الإقليمية أو الصراعات التي كانت موجودة في بلادهم إلى الأردن فكان لزاما علينا كأعضاء مجلس الإدارة ابتداء أن نقول لكم لحكومة الأردن ولشعبها شكرا على هذا الاستضافة لاحظنا أمور كثيرة تحديات كثيرة تمر بها الأردن وحقيقة نحن اليوم سنكون لكم صوت لكي ننقل تحدياتكم استقر أداء بورصة عمان في نهاية جلسة تداول اليوم حيث أغلق المؤشر العام لأسعار الأسهم عند مستويات متقاربة لجلسة التداول السابقة وأبهرت مؤشرات جلسة تداول اليوم إغلاق الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم عند مستوى 2116 نقطة وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 10 مليون و300 ألف دينار كما نلاحظ عدد الأسهم 11 مليون و2 ألف سهم نفذت من خلال 4.012 عقدا أما على المستوى القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 45% قطاع المالي انخفاض أيضا 4% ونلاحظ ارتفاع لقطاع الصناعة بنسبة 31% وعن مشاركة القطاعات في حجم التداول فقد ساهم القطاع المالي بنسبة 69 و50% قطاع الخدمات 15 و64% أخيرا الصناعة 18 و86% أما الشركات الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر بنسبة 37% الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير 5% والأكثر انخفاضا كانت الباطون الجاهز والتوردات الانشائية 37% الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك الأردن بنسبة 6 و67% وإلى خبر آخر وقعت وزارة المياه والرأي وبنك الإعمار الألماني اتفاقيتين تموليتين بقيمة 32 مليون يورو لتنفيذ مشاريع مياه وصرف صحي في مناطق الوسط والشمال وفقا لخطة الاستجابة الوطنية لدعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وجهت الاتفاقية الأولى بقيمة 28 مليون يورو لتنفيذ خط ناقل لمياه الصرف الصحي من محطة رفع غرب الزرقاء إلى محطة تنقيات الخربة السمرة حيث سيمول بنك الإعمار الألماني 90% منها و10% من سلطة المياه على مدى 18 شهرا أما الاتفاقية الثانية فتبلغ قيمتها 4 ملايين و400 ألف دينار لتنفيذ مشروع تحسين أنظمة التزويت في مجموعة أبار العاقب المرحلة الثالثة لزيادة كميات المياه لمناطق إربد وجرش وعجل الاتفاقية الأولى بقيمة حوالي 30 مليون دولار أمريكي مقدمة كمنحة كقرض ميسر من بنك الإعمار الألماني هذا المشروع سيؤدي إلى خدمة حوالي مليون و200 ألف مواطن في شبكات الصرف الصحي في محافظة العاصمة والزرقاء المشروع الآخر وهو مشروع العاقب أيضا مقدم كمنحة من بنك الإعمار الألماني بقيمة حوالي 8 مليون دينار أردني وهو ضمن استراتيجية وزارة المياه والري لتزويد محافظات الشمال بالمياه أكد وزير النقل أيمن حتاحت خلال جلسة حوارية مع القطاع الخاص المحلي وغرفة التجارة الأمريكية أهمية الربط بين مشاريع النقل بكافة أنمطه وبين أن الوزارة تسعى بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية لتنفيذ مشروعي الميناء البري كمركز لوجستي في كل من الماضونة ومعانه وقال إن مشروع الباص السريع وصل إلى مرحلة طرح العطاءات الهدف إلى خلق بيئة استثمارية وإيجاد حلول للأزمات المرورية إن مشروع ربط للنقل العام بين مدينتي عمان والزرقاء من خلال باص التردد السريع بي ار تي والذي هو الآن بمرحلة طرح العطاء لدى دائرة العطاءات الحكومية وبتمويلا مشكور من المنحة الخليجية الصندوق الكويتي بكلفة إجمالية تصل إلى حدود 110 مليون دينار وصلت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية في اجتماعها اليوم مناقشة مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2015 وناقشت اللجنة في اجتماعها برئاسة النائب رائد الخليلي وحضور رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق لحياري البنود المتعلقة بصلاحيات رئيس الهيئة ونائبيه وآليات التعيين ووصلت اللزنة في مناقشتها إلى المادة الثامنة من قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مؤكدا أن التعديلات التي أجريت لغاية الآن غير جوهرية اليوم ناقشنا مجموعة من البنود أهمها صلاحيات الهيئة وكيفية التعيين وصلاحيات الرئيس وصلاحيات نام الرئيس وصلنا تقريبا لحد هذه اللحظة للمادة الثامنة من هذا القانون التعديلات ليست تعديلات جوهرية بمعنى إضافة كلمة أو تنقيص كل من هذا القانون وما فيش خلافية يعني المسألة مش خلافية كبيرة على هذا القانون